بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا اجمع كلمتنا وحد أمتنا اكشف هذه الغمة السوداء عن أقصانا وعن مسجدنا وعن مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد أخواننا مشاهدين أخواتنا مشاهداتنا حياكم الله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يشغلنا عن أقصان الحبيب شيء فقد دخل الآن في منطقة الخطر الأقصى وأصحاب الخطوط الحمراء الآن كل الخطوط حمراء ما عاد في الآن منطقة متوسطة الخطر الآن الأقصى في أقصى الخطر هذا موضوع حلقتنا وأما حلقاتنا عن الهجرة ففي مقبلات الحلقات ومقبلات الأيام إن كتب الله لنا بقية نكمل الحديث عن الهجرة إن شاء الله لكن لا يشغلنا الآن عن هم الأقصى شاغل ولا يصرفنا عنه صارف أي كان هذا الصارف أحبتنا أقرأ اليوم في الجرائد العبرية المقالات المترجمة رخل فسكي ولا اسمه إيه بيقول على إسرائيل أن تستغل الفرصة وتخرج عن طورها وتحدد خارطة المنطقة للمئة سنة القادمة وترسم خرائط المنطقة للقرن القادم يا مسلمون يا قادة العرب يا شعب فلسطين أسمعتم هذا الكلام أقرأتم هذا الكلام هذا في صحفنا اليوم هذا اليوم في صحف منباره بيقول قادة إسرائيل العظام الأوائل استغلوا الفرصة وأمسكوا باللحظة المواتية وانتهزوها فشكلوا خارطة المنطقة للقرن الماضي وأنتم يجب القيادة الموجودة الآن أن تمسك باللحظة المواتية الآن والظروف المناسبة لتشكل خارطة المنطقة للقرن المقبل الأمر جد خطير والعالم العربي في أسوأ أوضاعه والعالم الإسلامي في أسوأ أحواله كل دولة مشغولة بهمومها الصغيرة وقضاياها التافهة ومعاركها الدونكي شوتية أن لا شيء وكلهم مجتمعين مشغولون بداعش ومحاربة الإسلام السياسي لا يريدون أن يحكم الإسلام مع أنهم يزعمون أنهم مسلمون وأنهم دول إسلامية ترعى الإسلام وترعى الدولة الدعوة الإسلامية وترعى الدين الإسلامي وترعى مصالح المسلمين والله رعايتكم يعني مشاهدة وانتهت الآن أن يمول الاستيطان في القدس بأموالكم الرعاية ملموسة وفضلكم مشهود نشهد أنكم ما قصرتم في خدمة الإسلام والمسلمين والمسرى والقدس وفلسطين ما قصرتم والبعض يفتع الأزمات مع فلسطين ليبرر خيانته وتواطؤه وإجرامه ما نريد أن نسمم أجواءنا ونعكر أجواءنا بذكر أسماء الشخصيات والدول التي تفتعل الأزمات والمشكلات الخلاصة اختلقوا مشكلة داعش اختلاقا وحرب لا ناقتلنا فيها ولا جمل قطعا وليست معركتنا لكن لما أمريكا رفعت درجة السخونة والخطورة نحن نحس باستشعارات أمريكا إذا استشعرت أمريكا خطرا ما أنه هو قمة الخطر نستشعر أنه قمة الخطر أمريكا لن تستشعر من الأقصى في خطر طبعا ما بيعنيهاش الأقصى لا من قريب ولا من بعيد بل بالعكس يعنيها ما يعني إسرائيل ويهمها ما يهم دولة البغي إسرائيل لأنه هذه قامت على استئصال الهنود الحمر وهذه قامت على استئصال الفلسطينيين السمر يعني دولتان صنوان في القيام على العدوان فكيف تستشعر أمريكا الخطر على أقصانا إذا كنا نحن لا نستشعر الخطر على أقصانا أفنريد من أعدانا أن تستشعر الأقصى على أقصانا يعني هذا أنت تطلب الشيء من غير محله من غير مكانه من غير مناسبته على كل حال أيها الأعزة الكرام إغلاق الحرم كليا هذا اليوم مؤشر خطير ومناقشة أو طلب مناقشة السيادة الأردنية على الحرم قبل يوم أو يومين كمان مؤشر خطير معناها أنه إغلاق الحرم وفتح الحرم بأيديهم إذن الحرم تحت سلطتهم وصمت العرب إقرار ألا شل لسان كل من صمت صمت العرب إقرار صمتكم إجرام صمتكم خيانة على كل حال إغلاق الحرم كليا مؤشر خطير أعتقد أن الخطوة التالية يعني تجربة الحرم الإبراهيمي يعني ماثلة للعيان وملموسة باليدين كما يقال يعني مرت وبلعنا الطعم والآن تجرأوا على الأغصى القفز الثالثة ما ندري ما الخطوة التالية ربما يفكرون بالحرم الأول والثاني ما يمنعهم أتمنعهم دول لا لو كان فيها الدول حيل لنصرت مسرى محمد صلى الله عليه وسلم توأم المسجد الحرام فمن قصر في حق الأغصى متوقع منه كل التوقع أن يقصر في حق المسجد الحرام لأن توأم المسجد الحرام كما عقد الله بينهما هذه التوأمة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأغصى لا تقل ما في توأمة الله عقد بينهما بتوأمة أبدية وجعل الأغصى في قلب قرآنه ليكون الأغصى في قلب كل مسلم إن كنتم تفهمون رمزيات القرآن ومعاني القرآن ودلالات القرآن وإشارات القرآن إن كنتم أصلا محسوبين على أمة القرآن الأمر يا أحبابنا جد خطير الأمر سكتنا 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 لما تجرى علينا هؤلاء المجرمون الأراذل الأنذال الأخز الجبناء تجرأوا علينا إن البغاث بأرضنا يستنسر طبعا صارون نسورا محلقة في أجوائنا هؤلاء الصهاين المجرمين ببركة الصمت العربي والتخاذل العربي والخذلان العربي لمقدساتنا يا أمة العرب لئن لم تنصروا أقصاكم غدا إذا أرادوا أن يضموا أي دولة من سيتحرك لكم إذا لم يتحركوا لمحمد ومسر محمد فتحركون لممالككم إذا اشتحتها إسرائيل تحلمون أنتم تحلمون عودتم الناس على الخذلان فعندما تجتاحكم إسرائيل لن ينصركم أحد من خذل مسر محمد صلى الله على محمد لن ينصر أخاه العربي إذا اشتاحت جحافل المجرمين حدوده وبلاده وثرواته وخيراته وعلى كل حال إذن إغلاق الحرم مؤشر خطير جدا وهي الخطوة الأولى للاستيلاء عليه ثم تقسيمه الزماني والمكاني الآن حفظون المصطلحات تقسيم زماني وتقسيم مكاني يعني السبعة لإحداشر مثلا هذا الأقصى يهودي لا يحق لمسلم أن يكون موجودا في هذا الوقت صلاة الظهر للمسلمين ممكن يحطوا لك كمان وجبة للمستوطنين والصهاينة ما بين الظهر والعصر ولا صوت صمت القبور يريم على العالم العربي ويخيم على العالم العربي ويخزي كل عربي هذا الصمت العربي يخزي كل عربي وبوطي راس كل عربي والله أخزيتمونا أذللتم شعوبا العزة خلقت لها أصلا أذللتمونا والله هونتمونا في نظر كلاب ما بتستحق أن يشار إليها أصلا أنتم من من خفض رؤوسنا من نزل أسهمنا أنتم أنتم وادعيتم ضعفا لكن نرى منكم مرجلة في غير محلها على شعوبكم لو واحد كلم كلمة تخسف به الأرض والعنف كله انظر كيف تدمر سيناء الآن الشراسة والطيران ظهر وبان والجحافل والجيوش في هدم منازل السينويين طب يا سيدي أمسك بالقاتل وفرومو عراج السادات تهجرون سيناء ليه ولا خطة 1917 مثل ما قال أحد كتابنا الله يكرمه قال الخطة سنة 1917 1900 هي نفسها 2014 تهجير سيناء حتى تصبح لقمة سائغة للاجتياح الإسرائيلي إخواننا هذا مخطط إسرائيلي نافذ في المنطقة وهؤلاء منفذون سامعون مطهعون صامتون متواطئون ما عدم يجد السكوت والصمت والامدارة إلى متى على كل حال هذا هو الوقت الأنسب لإسرائيل مثل ما قال هذا المجرم لتشكل خارطة المنطقة وهم سادة من ينتهز الفرص وقال لهم نكسون من بدري في كتابه المشهور سيز دا مومنت كسرنا لكم العراق أمسكوا باللحظة وافرضوا السلام على العرب وقد كان 93 وقعنا اتفاقية السلام في ظل انكسار العربي لا العالم العربي في أسفل الحالات في أرذل وأردأ وأحط الأوضاع إذن سيز دا مومنت أمسكوا باللحظة وانتهزوا الفرصة وداهموا الأقصى ونفذوا ونفذوا ما تريدون من مخططات الشعوب ملجومة برجام من النار والقمع شديد وثورات الربيع العربي أحبطت وعاد أزلام بن علي وعاد أزلام مبارك وعاد أزلام علي عبدالله صالح على أسوأ وأوسخ عالم عربي الله المستعان ماذا نقول فيكم إلا الله المستعان على كل حال بدأوا الآن هؤلاء المجرمين الصهاينة بدأوا يصرحون بمخططاتهم أحد كتابهم بيقول إذا حرم اليهود هكذا بالنص من دخول الحرم والوصول للحرم وأداء شعائرهم في الحرم في الحرم هكذا يسمونه حينقشني الآن بعض المتنطعين لا تقول حرم كأنه الآن المعركة لا تقول حرم أقول حرم يعني إحنا معركتنا على الألفاظ يا سيدي إحنا غلطانين غلطانين وارجونا أنتو أصحاب المصطلحات الدقيقة نخوتكم في نصرة الأغصى بلاش نقول حرم عشان من عماليش معركة على الألفاظ هو اللي بيقول على كل حال إذا منع اليهود من الوصول للحرم يجب أن يغلق الحرم كليا في وجه المسلمين وصلت كلمات المجرمين يجب غلق الحرم كليا في وجه المسلمين إخواني جربونا ورازونا ووزنونا واختبرونا في الحرم الإبراهيم فرسبنا في الامتحان فجرأهم رسوبنا في الامتحان على أن يمدوا أذرع الإخطابوط إلى أقدس مقدسات المسلمين بعد الحرمين الشريفين في مكة والمدينة الأغصى هو الثالث عظمة في المساجد والمقدسات الإسلامية الأغصى من فرط فيه فرط فيه أخويه لا تقول لي غير هذا الكلام هذه مغالطات على كل حال الآن أسفر عن وجههم القبيح في لحظة انشغال العرب ومتى كان العرب منشغلين أصلا بفلسطين متى والمعارك اللي حصلت كلها معارك تمثيلية صورية رفعا للعتب ورفعا للملام والمؤاخذة والنتائج كانت محسومة معروفة وهم دخلوا هم يعرفون النتائج إن ما كانتش مبرمجة يعني الجولان كيف تسقط الجولان ليه ما كان في مقاومة ليه ما كان في خلايا تزرع في مناطق الجولان وتستمر المقاومة ليه ليه ما كان في خلايا تنبث في الضفة الغربية وتقاوم سقطت الجوش بينها ليه ما كان في خلايا في سيناء مبثوثة وعبد الناصر قال إذا يعني في المعركة خسرنا وألبس فوتيك وأنزل للقتال حرب عصابات ما حصلش ليه يا يا دولنا العربية ليه ما ملأتم من أرض خلايا مقاومة أنهكت العدو وأقلقت وجوده وأقضت مضاجعة وأضعفت قواه واستعادت زمام السيطرة في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال لماذا ليه أقلت شباب أقلت رجال لما قلتونهم للجنود اقتحموا خطبر ليب اقتحموا خطبر ليب لما كان السادات يريد أن يحرك الجبهات حرب تحريك لا تصدقوا أن السادات شرب حليب السباع فجأة وتحول إلى بطل منقذ لا لا جئ به قتل عبد الناصر بالسم ما موضوعنا الآن وجئ بالسادات وفرض مبارك على السادات عمو رجالات مزروعة من عشرات السنين يا بويا وطابور من العملاء إذا سقط عميل قام عشرة من بني بديل لهذا العميل الذي الذي سقط أمريكا مش عم تلعب وإسرائيل مش عم تلعب مزروع جيش من العملاء طابور واقف بيسقط واحد بيوقف عشرة بعد مبارك كله مرتب كله مرتب ما وصل المسلمون سنة قلبوهم الثورة المضادة فشلوا ما إيه فشلوا فشلتموهم الجيش والدولة العميقة والأجهزة القمعية ماس كمصر من أعصابها ماس كمصر من مفاصلها فشلتم كل شيء الرجل قائد قائد ملوث يابو باختصار مش عم نمدحه لكن تفضل اللي كان يصمت صمت ويقعد إبراهيم يرقع إبراهيم عيسى ما هذا صمت التفكر الله أفكار عميقة بعد الغوص طلعت جواهر نعود لموضوع عنها مش في هذا الكلام الذي ليس له معنى السلطة الفلسطينية تتكلم عن القدس وتتكلم عن نصرة القدس وعباس بيقول بأي ثمن الله بأي ثمن وسلطته تقمع المتظاهرين بكل عنف كيف يا عم عباس أسمع كلامك يعجبني أشوف قمعك للمظاهرات أستهجب يا عم عباس أنت مع الأقصى ولا مع الصهاينة يعني رسونا على بر إذا مع الأقصى اتركوا الشباب تعبر عن حبها للأقصى عن نصرتها للأقصى عن غيرتها على الأقصى يعني تركوهم طنش اللي مولو طنشت الانتفاضة قد تكون ضدنا لا كانت الكراسية عم عباس أنت من تقول أنا لن أترشح أنا زاهد ولا بطلته ولا كلها مناورات وكلكم مش زاهد كلكم متمسك متشبث بضرع البقرة اللي عم بيحلب سمن وعسل وبيحلب على الشعب الفلسطيني السموم كراسيكم ما جلبت لنا إلا الهموم والله والسموم على كل حال نمنع المظاهرات ونحن نزعم أننا نريد أن ننصر القدس من الذي ينصر الأقصى من الذي يقول له شعب العرب ومعتصمات من بين حكام العرب من أن أؤشر على أمنا الكبيرة مصر اللي مصر دلوقتي مشهول في مكافحة الإرهاب عاوز أعرف مين اللي قتل القنود المصريين مش هتعرف مش هتعرف ما أنت الرئيس قال أنا أعرفهم طب ما تتكلم عنهم يا رئيس السيسي قال نعرفهم وبيعرف كل حاجة أما أنت عارفينه طب ما هو من سنوات فاكر لما قتل الجنود في رمضان ولبستوها لحماس ظلمان وزورا ليس للشعب الفلسطيني أدنى ذرة مصلحة أن يقتل إخوانه المصريين والله أنتو فاهمين أحسن مني والله إما فعلتها أيديكم المشوه السوداء وإما فعلها الصهاينة من خلالكم معكم منفردين عنكم ما أعرفش هم وأنتم لكم مصلحة في قتل الجنود مصلحتكم أن تثبتوا كراسيكم عن طريق أن تقوموا بما عجزت عنه إسرائيل فإسرائيل تعطيكم تمديد فترة حكمكم وإذاك لكم مصلحة أن تفتعلوا أزمة مع قطاع غزة قطاع غزة ولن يعاد إعمار قطاع غزة يعني عقد مؤتمر إعمار غزة في القاهرة أينا وياك الأيام لن يعاد إعمار قطاع غزة والرافضون لعادة الإعمار العرب أولا وإسرائيل ثانيا وباقي قوة الاستكبار ثالثا إخواني هذه مؤامرة فوق تصورنا والله حجم المؤامرة فوق خيالنا فاصل يسير قصير نواصل بعده المسير المؤلم نسأل الله تعالى أن يفرج عن أغصانا وعنا وعنكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مدارس الرضوان المدارس الملهمة ثمانية عشر عاما من التطور نسعى أن تكون مدارسنا ملهمة لطلابها ومعلميها وموظفيها ليحقق الإبداع والتفوق والإنجاز اهتمام بالقرآن الكريم واللغتين العربية والإنجليزية ساحات خضراء وملاعب رياضية مختبرات حاسوب وعلوم وروبوت مراكز متقدمة على مستوى المملكة في امتحان الثانوية العامة الموقع الإلكتروني www.ardwanschools.edu.jo عمان خلدة هاتف رقم 009626-5355-112 شركة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان الإسباني أنتم تبحثون عن الأناقة ونحن نقدمها لكم أرقى وأجمل موديلات السيراميك والبورسلان الإسباني وبأقل الأسعار شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان سيراميك وبورسلان أتقم حمامات أدوات صحية أكبر صارة عرض في المملكة خدمتنا بعد البيع عمان شارع القدس مقابل المطبع الوطنية تليفون رقم 006-429-5351 شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان اخواننا أعزائنا مشاهدينا أخواتنا مشاهداتنا حياكم الله بعد الفاصل عدنا نواصل الحديث عن أغصانا مسر نبينا قبلتنا الأولى ثاني بيت وضع لعبادة الله في الأرض أراجع معكم ما تحفظون لنعرف ما هو الأغصى وما قدر الأغصى وما الخطر المحدق بهذا المسجد الكريم العزيز الذي بشر الله بكونه مسجدا قبل أن يقام وبشر الله بفتحه قبل أن يفتح وبشر الله باستعادته قبل أن تقع الاستعادة وإنها لواقعة وعد الله لا يخلف وعد الله لا يدفعه دافع ولا يمنعه مانع ولا يصده صاد ولا يقف وجهه شيء سنحرره سنحرره بإذن الله والأيام تتقارب والزمن يتقاصر وإن شاء الله الأمة لن تظل في غفوتها في غيبوبتها في غفلتها ستستيقظ وتكنس من أقصاها زبالة التاريخ أنتم بني صهيون أنتم زبالة التاريخ وزبالة البشر أنتم أنتم حثالة الخلق أجمعين وتزعون لكم شعب الله المختار المختار على إيش على إجرامكم على قيادتكم السفالة في العالم على قيادتكم الشرور والعهر والدعارة والشذوذ في العالم أنتم من ينشر الفساد في العالم هذا كلام رب الوجود لتفسدن في الأرض مرتين كل فساد في العالم أنتم نواته أنتم بذرته أنتم ساسته أنتم سادته أنتم محركوه أنتم على كل حال حديثنا عن أقصان الحديب كنا نسأل من الذي من الدول العربية ينصر الأقصى إذا قال شعب فلسطين إذا قالت حرائر فلسطين يا عرباه يا فلان من الزعماء من؟ من ذو النخوة الذي إذا استجاشت رجولته وعزيمته وغيرته على المقدسات انتخى لها من؟ من؟ ينبري لهذا الدور التاريخي من؟ فيسجل في سجلات الخلود عند الله وعند الخلق من؟ من من الدول العربي يشتغف به أروني أأم العرب مصر أكبيرة العرب مصر ذات الوزن الوازن الثقيل تسعين مليون من أكرم الناس لكن قيادتهم جعلت البلد في وزن الريشة بعد ما أراد الله أن يكون البلد في وزن الجبال القيادة أرادت أن يكون البلد أخف من الريشة يستخف به ويلعب به صبية اليهود نتنياهو وحثالة نتنياهو يعلون وغير يعلون من الذي تستجيش غيرته حميته حماسته نخوته حرائر فلسطين فتقول وها معتصمه من معتصم هذا الزمان؟ من دولة تقول أنا لا؟ من؟ لا أحد لم نسمع صوتا حتى الآن وكأن الأغصى لا يعنيهم وكأن الأغصى ليس في خطر أصم أنتم أبكم عن الكلام أنتم ما لكم ما لكم لا تنطقون ما لكم لا ترفعون عقيرتكم ما لكم لا تخطبون وأنتم ما شاء الله إذا خطبتم أطلتم أطلتم ونفسكم في الخطابة ممتد طويل بالساعة وبالساعتين تخطبون فأكد لما كان القذاف يخطب من ضحاء إلى العصر والناس جلوس كأن على رؤوسهم اللي هو ويخطب الأخ بالساعات بالساعات الآن أمام الأخصى العالم عربي كله قبور ولا كلمة ولا صوت ولا صورة ولا موقف سجلوا عند ربكم لكم يدا موقفا قدما راسخة أتخافونهم أتخشونهم أترجونهم أن يثبتوكم على كراسيكم لا كانت الكراسي وما قيمة الكراسي ومن على الكراسي إذا مسر محمد هود تقول لربنا ميش مسر محمد هود ونحن على كراسينا يا رب والمراسم تقام بين أيدينا كل يوم ونستعرض حرص الشرف كل يوم ما الكراسي وما الجالسون عليها إذا هود مسر محمد ما الحيات ما نحن الأربعمائة مليون عربي ما وزننا ما قيمتنا ما وجودنا ولماذا استمرارنا على الحيات نأكل ونشرب لا كنا ولا كان الأكل والشرب والحيات إذا هود وهدد مسر محمد ونحن ندرج على سطح الأرض لا كنا والله لا كنا إذا هن لا كنا وإذا هن أقصانا لا كنا ولا عشنا لا والله ولمن عيش الدول عندها مشاغلها شي مشاغل ديونه شي مشاغل همومه الصغيرة شي مشاغل توفير الحاجيات المواطنين والدول والدول الغنية مترفة ما شاء الله ما بتستشعر لا خطار ولا بتستشعر شي وأمريكا مطمناهم كراسيكم ثابتة إلى ولد ولد الولد إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله وكراسيكم محفوظة وسأمدد لكم هم مطمئنين ونتكلم عند الأغصى لذا المعلم بقولنا أسكت عند الأغصى ويمدد لك ها مثل ما قال القذافي لأحد السعامة العرب قال أنا أنت منشط عند أمريكا وبجددون العقد سنويا فاكرين في مؤتمر قمة أحد المؤتمرات العظيمة اللي كان ينصر فيها قضايا الأمة في القمة فاكرين ولا نسيين لما قال القذافي له السعيم العربي قال له أنا وياك عقد مع أمريكا سنوي بجددون قال هذا قال أنا وياك فاكرين ولا تنسوا يا أخوانا ينبغي أن نتذكر يا شعب فلسطين أناديكم أخاطبكم أصرخ بصوتي إن كان عندي صوت ليصلكم قدركم أن تكونوا طليعة هذه الأمة قدركم أن تكونوا في مواجهة التنين قدركم أن تكونوا في مواجهة هذا الوحش الكاسر الهائج الذي لا يرده راد ولا يردعه رادع ولا يزجره زاجر قدركم أن تواجهوا بصدوركم العارية بأكفكم الخالية من السلاح أن ترده عدوا مدججا بترسانة متطورة يمده العالم والعالم العربي حروب إسرائيل مدفوعة عربيا من السبع وستين وانت جاي مش من اليوم يا حجي مش من اليوم من قديم الخيانة القديمة الانكشاف جديد عشنا وشفنا والله عشنا وشفنا يا ليتنا لا عشنا ولا شفنا لا والله لا والله الحياة ليس يا موت زر إذا هؤلاء القمئين تطاولوا على محمد ومسر محمد فاكرهم يهتفون في باحات الأغصى وساحاتهم محمد ما تخلف بنات آهن آهن هؤلاء المجرمون حثالة الخلق وأجبن الخلق يقولون عن محمد وأمة محمد هذا القول أهكذا أوصلتمون في نظر الأخسة الأذلة من ضربت عليهم المسكنة أهكذا يا شعب فلسطين بعونا من مناجات من لا يسمع أناديكم تحركوا لنصرة أقصاكم لا تتوقفوا وأجهزة القمع أن تتوقف عن إجرامها يا أجهزة أوجدها كيد دايتون ومن ولها الأمريكان واليهود من أجل أن تقمع شعبها من بقي منكم فيه نخوة فيه رجولة فيه دين فيه عروبة فيه انتماء لوطنه لبلده لشعبه لأمته لدينه لحضارته لتاريخه لجغرافية بلاده من كان فيكم في بقايا رجولة فليتوقف ورزقك على الله أما أن تلقى الله وقد قمعت من نصر الأقصى أين يحشرك الله أين يكون مصيرك يا شعب فلسطين قدركم أن لا تتحرك الأمة إلا من ورائكم إلا من بعدكم إلا ببركتكم وحركتكم فتحركوا لا تتوقفوا ولا تنقمعوا لقمع الأجهزة قمعها الله يا أجهزة القمع قمع الله وشلت أيدي من ضرب شابا فلسطينيا أو شابا مصريا شل الله يده ورجلة يا من كنتم تشوتونا سيناويين بأقدامكم ألا شلت أقدامكم وأيديكم وشلت أدمغتكم الشيطانية التي قادتكم إلى هذا الإجرام ويلك أتطيعوا العفنين في برب عباد الله في محاربة رب العالمين أتطيع هؤلاء يا الله مقابل 200 قن تعمل بهم يا شعب فلسطين أعود لك يا شعب القدس بالذات يا شعب الخليل هبوا هبة رجل واحد هذا زمانكم الله انتدبكم لهذا اليوم لهذا الدور لا نوم لا تقاعز والخطر محدق بمسرى محمد أمتكم في غفوة هذا أقدار وجهد الاستعمار علينا عشرات السنين والأنظمة ما بعد الاستعمار العمل الاستعمار في تخدير الشعوب في تسميم أفكار الشعوب في تفتيت عزائم الشعوب في توهين معنويات الشعوب دورهم العمل الاستعمار قدرنا أن نواجه كل هذه التراكمات والأخطار وأن ندفع بأيدينا العزلاء المجردة عن أقصانا عن مسرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى إذا لقيناه غدا يعتز بنا عليه الصلاة والسلام حميتم مسرائي يا أحبائي أما يلقانا فيشيحوا عننا أسرك هذا المنظر يا شعب فلسطين لا والله كلكم نخوة كلكم غيرا كلكم إسلام أعلم حرائرنا التي كنا يحرسن الأخصى ويحاكمنا الآن لأنها تفنى في ساحات الأخصى الله أكبر عندما اقتحم المستوطن التهمة هتاف الله أكبر الله أكبر يا أمة العرب ألا تسمعين يا من تدعون الإسلام ألا تسمعون هتاف الله أكبر التهمة ما سمعناش صوتكم مع اللقتوش ما سمعناش لكم ركزة ولا وسائل إعلامكم يسير بلس يسين أطلقوا وسائل إعلامكم بدلا من يقولها أن أفلام 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 تمجد أمريكا خذوا إجازة عن الأفلام الموجدة لأمريكا خلوا يوم للأخصى يعني وسط القذارات اللي عم تنشروها والعرب آيدل يا يا من يرعون العرب آيدل هذا وقته هذا وقته الآن نسمع المطربة رقم 25 والمطرب رقم 12 والمطرب رقم 1 دواءته يا أخواننا هذا وقت الغناء والخلاع ومحكمين السقوط هذا وقته ومسرى محمد يهود أين العلماء يا علماء أين دوركم ألهذا خلقتم أين الميثاق الذي أخذه الله عليكم لتبيننه للناس ولا تكتمونه أين أنتم أسمعون صوتكم قفوا موقفا لربكم حتى إذا لقيتموه غدا يعني وقيتوا أنفسكم من النار معذرةني لربكم على الأقل يا شعب فلسطين مرة أخرى فداء مسرى محمد فلتسقط الدماء فداء مسرى محمد فلنقع شهداء فداء مسرى محمد فليذهب منه فوج في إثر فوج في إثر فوج ولا يدنس مسرى محمد المنتسب لأشرف الرسل إلى أخس الخلق لا يكون هذا على جثثنا جميعا على جماجمنا جميعا يكون هذا لكن ونحن أحياء مثل ما قال الصحابة الكرام لا ينقص الدين ونحن أحياء ولا تنتهك حرمة أقدس مقدسات المسلمين بعد الحرمين ونحن أحياء إذا متنا يفعل الله ما يشاء أما ونحن أحياء فلا يا أحبابنا الأقصى الأقصى نصرة الأقصى والمسرى الحبيب لا تقاعز لا تخاذل لا هدوء فلتشتعر الشوارع نارا والتفض براكين وفيضانات من البشر لا تتوقف حتى يتوقف طمع هؤلاء المجرمين في مسر الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه أقداركم أقداركم لهذا انتدبكم ربكم أن تكونوا طليعة أمتكم هذا تشريف أكثر أكثر مما هو تكليف أن ينتدبكم الله لحراسة مسرى محمد أي والله شرف ما فوقه ولا بعده ولا أمامه شرف ولا أعلى منه شرف لا والله أن تكونوا أنتم من يحمي مسرى محمد وقت الأمة كلها في غيبوبة في غفلة في انشغال تكون أنتم في مواجهة هذا الوحش الهائج أنتم ستكسرون أظافر وأنيابه إن شاء الله هذا عدو هش ببضعة قتلى منهم ينكمشون إن شاء الله إن شاء الله وليقع منا شهداء قتلانا في الجنة وقتلاهم في سكر إن شاء الله وفي قعر الجحيم يا شعب فلسطين لن يستيقظ الناس إلا على صوت الدماء والتضحيات حاول إعلام العار أن يشوه صورتكم حاول إعلام العار والخزي والخيانة أن يجعل صورتكم في ذهن عالمكم العربي صورة قبيحة مشوهة منفرة لكن إذا لم نتعاطف مع أقدس قضايا المسلمين فمع ماذا نتعاطف وعلى ماذا نتوحد يا من تشغلكم الصغائر أماء أن تودعوا تفاهات المشاغل الصغيرة هذه وتتفرغ لحراسة مسر النبي صلى الله عليه وسلم يا حركات يا منظمات يا تنظيمات يا تجمعات يا نقابات يا كل العالم يا كل مسلم يا كل عربي فالتفرض شوارع العالم العربي والإسلامي بركين البشر نصرة لمسرى محمد أيهون مسرى محمد والمسلمون يملؤون مساجد الله ويملؤون الساحات والمدن وسائل المواصلات فيما الزحام يعني القاهرة 22 مليون بركة إن شاء الله لكن ما قيمتنا إن لم يكن لنا موقف في نصرة مسرى محمد إياكم والمجرمون الذين يقولون كل بلد يأنلع شوك بأيديه لا هذا مسرى محمد هذا مش لعباس ولا لمنظمة التحرير ولا هو حصر نصرته في شعب فلسطين لا يا أحباب هذا منتمن لمحمد فهمتم حكمة الباري عندما جعله قبلتنا الأولى فهمتم حكمة الباري عندما جعله مسرى محمد ونقطة انطلاقه إلى السماوات هذه بوابة السماء إياكم إعلام العار بكرة يقول لكم وإحنا مان مثل مواحد كاتب عندنا بيقول فلترفع الأردن يعني وصايتها جابتنا الوصاية على المقدسات الحرج يا قدع الحرج هذا شرف يا حملة القلم القلم أمانة يا كتب الكتابة مسؤولية إن لم تنصح لأمتك فأنت من الغش شاه ترفع الأردن وصايتها هذا شرف للأردن أن يكون في حماية مسرى محمد الذي ينتمون إليه كيف تقولهم ارفعوا الوصاية إحنا وبيننا وبين إسرائيل اتفاقيات استراتيجية ومصالح استراتيجية ورونها المصالح الاستراتيجية مش شايفينها زاد الأردن فقرا وديونا وتراجع في كل شيء من بعد الاتفاقيات يعني إيه اللي جان في الأردن ما جان شيء يا أيها الكاتب العظيم على كل حال يا شعب فلسطين المواجهات مع هؤلاء المجرمين وليسقط منا كل يوم الكنيسة يناقش السيادة الأردنية ما معنى هذا معنى هذا أنه عدم اعتراف بالسيادة معنى أنه سيادتنا للأسف يعني إذا وافق اليهود فلنها سيادة إذا لم يوافق اليهود فليست لنها سيادة هذه مش سيادة السيادة إن كانت مستمدة ممن لا سيادة له إذا لا سيادة إن لم نفرض سيادتنا بقوتنا إذا لذن السيادة نحن إيش قد إسرائيل ليه غز الفقيرة المحصورة التي تحارب من كل إخوانها العرب ويدفع مئات الملايين بس تسقط غزة ما سقطتش ليه وإحنا مش قد إسرائيل ليه إحنا قدها أي والله شعبكم عظيم يا قادة العرب على كل حال يا شعبنا العربي يا أمتنا الإسلامية أقصاكم مسر نبيكم في خطر هبة واحدة هبوا وقفة واحدة قفوا لا يتجرأ هؤلاء الأقزام على أقدس مقدساتكم بعد الحرمين إن فعلوها وسكتهم فلنقرأ على أنفسنا الفاتحة والله ولنقرأ على أنفسنا يعني ما يقرأ على الأموات معناها أنها قد تودع منا لا والله ما تودع منا بل سننصر مسر نبينا إن شاء الله تعالى فاصل يسير أجيب فيه بعده بعد الفاصل عن أسئلتكم ابقوا معنا مع الفاصل الأخير من هذا اللقاء المرير في هذا اليوم فرج الله عن أغصانه صحيفة السبيل تنقل لكم المعلومة والخبر الصادق في سياق المهنية الصحفية والمعالجة الموضوعية تواكب الحدث وتبحث عن الحقيقة تساهم في قضايا الوطن وتتبنى هموم المواطن تنحاز لقضايا الأمة عبر المتابعة الإخبارية والتحليل العميق للتطورات السياسية السبيل سبيلك إلى الحقيقة مدارس الحصاد التربوي توسعة ومباني جديدة الأولى في توظيف الآيباد في الوطن العربي والكتب التفاعلية الأولى في تحفيظ القرآن الكريم الأولى على الوطن العربي في مصابقة الطريق إلى جائزة نوبل في البحوث الفيزيائية وتصميم الروبوتيكس تميز في البرنامجين الوطني والدولي IGCSE شارع المطار خلف جامعة البطراء هاتف 4358 إخواننا أعزائنا مشاهدين أخواتنا مشاهداتنا حياكم الله عدنا إليكم في هذا المقطع الأخير من لقائنا لهذا اليوم في برنامج دين ودنيا دائما نسأل الله تعالى أن يغير دنيانا إلى الأحسن بديننا وأن يصلح لنا الدين والدنيا والدنيا والآخرة آمين اللهم أصلح أحوالنا في كل بلداننا يا رب العالمين وإلنا أقصانا عزيزا يا عزيز اللهم ارزقنا أن ننصره وأن نذود عنه وأن نموت استشهادا في سبيل نصرة مسر الحبيب صلى الله عليه وسلم وردت هذه الكلاب المسعورة عن قدسنا الأقدس بعد الحرمين الشريفين قلت هذا المقطع الأخير سنجعله إجابة عن ما وصلنا من أسئلتكم أنا أعلم أن هذا جزء يسير من الأسئلة لأنه كان مفروض الحلقة أن تكون مباشرة غدا لكن ظروف مختلفة جعلتنا نجعل الحلقة في هذا الوقت السؤال الأول من الأخ محمد الخوالدة من معان بيقول ما رأيكم فيما يحدث في المسجد الأغصى المبارك بدهاش رأيي الصمت جريمة السكوت خيانة ما في صمت ما في سكوت ما في سلبية وانا ما لي وانا شبا عمل لا ما بدهاش رأيي ما رأيي ما بده رأيي بيقول الأخ لو جامعة الدول العربية ولو استنكار لا مش عاوزين لا استنكار ولا يعوزين منهم موقف هذه جامعة ما كانت يوما إلا عبءا وما كانت يوما إلا خزيا وما كانت يوما إلا في خدمة تقسيم البلاد العربية اللي هي ممزقة ومقسمة ومشتتة ومتشضية أصلا حتقول إيه عم نبي العربي حيتكلمه إيه بالعربي يقول نا استنكر يا ضنايا ما أنا باستنكر من هنا من عندي بورقة وبقرة بيان أستنكر أنا فلان ما يفعله الأعداء الصهاية مش الأعداء حلفاء لا مش حلفاء المهم يعني طالب ساتس ابتدائي بيكتب بيان في المدرسة وبقراء بطبور الصباح أستنكر أنا محمد محمود طالب ساتس ابتدائي في مدرسة إيه الآدادية ولا يعني جامعة الدول العربية تقولي تستنكر بيان مش عاوزين منهم لا جزاهم الله ولا أخلف عليهم بيان بيان ش يصنع البيان أمام عدوان شرس من عدو طاغيعاتي ش يصنع بيان يعني مريض أنا أدعي لك يا سيدي تدعي لي إذا عندك دواهات مش تدعي لي أنا أعاوز علاج دعاك خليه لك على ما يفعله الغاصبون تحت نظر الجميع من تنكيل وتهويد على كل حال أرجو أن أكون يعني أجبنا بعض إجابة للأخ محمد الخوالدة يعني جامعة الدول اقرأ عليه الفاتحة و ما رأي فيما يحدث قد بيانت في هذه الحلقة ولو بعض بيان سؤال من عبد الحميد ملحم لماذا تفتح الخمارات والنواد الليلية والمراقص في بلادنا الإسلامية رغم حرمتها والبنوك وإلى آخرهم السؤال لمن يا أخي يا أخي عبد الحميد السؤال لمن لماذا تفتح وهل يستطيعون في بلداننا العربية والإسلامية أن يقفلوا هذه الأماكن هل يستطيعون هذا السؤال هم لا يريدون على كل حال ولا يستطيعون ولا يستطيعون لو أرادوه يعني فإحنا في دائرة مغلقة من العجز هم لا يريدون ولو أرادوا لا يستطيعون ولف الدوارة يعني دوري يا دوار مش عارف يقوله ايه دوري يا دوار ولا المهم فلماذا لا تغلق مش أتغلق والله لو مدت يد على نادي ليلي ولا ولا على خمارة هل تقتحم النوادي الليلية ما تقتحم تقتحم بيوت الخلق وتقتحم بيوت الله يعني كم مرة يطلق النار في مساجد بعض البلدان العربي على المصلين كم بعض البلدان ولماذا كل أرصدت حكامنا خارج بلدانهم حيخلوها في الداخل يعني يا أخي الكريم الله يكرمك الخارج في أمن بلداننا العربية مش مشتقرة رمال متحركة فشي طبيعي أن توضع الأرصد في سويسرا مثلا بأرقام سرية طبعا وإذا مات من وضع الرصيد راحت علينا وعليه وضعت مننا ومنه لا هي له ولا لنا ولا استفادت منها الأمة نبيع نفطنا وثلاثة ربع سعره تخش أرصده مشكلة مشكلة لماذا الأرصد لا تعمل بلداننا وليه إحنا في بلاد عربية أعب السيارة بخمسين دينار ويملأها إخواننا بعشر هذا المبلغ ليه هذه الثروة لأمة الإسلام كلها وليه يتبعون النفط بأسعار عالمية ليه ليه يعني على كل حال كلام يطول ولا يستطيعوا أي منهم أن يقول أف للصهاينة رغم أنهم الإرهاب بعينه أن أصبح ربهم أمريكا يعني على كل حال بدنا نبعد أكثر يعني نبعد أكثر من هذا إنما أنا أزعم أن هناك من يعبد أمريكا مثل ما قال السادة دي أمريكا مبارك آسف مبارك والسادات مثل يعني دي أمريكا مبارك العظيم اللي ما خافش أمريكا ما خافش ربنا والسادات قبله قال 99% من أوراء القضايا كلها بيد أمريكا 99% وما اللي بيده كوي واحد بالمية وما عاملين علينا أبطرة ليه فاكر يا عم أنور وانت دولي بيتكلم أفرومو تسلم تسلم يا ماكنة اللحمة تسلم ما شاء الله أفرومو طب ومن هدد الأخصى يا حكامنا تفروموه برضو ولا 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 لا نسمع منكم تعليقا حتى على كل حال أرجو أني أكون أجبت بعض إجابة لأخينا الكريم سؤال من محمد علي ما المطلوب منك شعوب تجاه الأخصى في ظل الظروف الراهنة أظن أن هذا السؤال ينبغي التوقف عنده مليا بعض الشيء ما المطلوب منك الشعوب أولا أنت مدرس أنت موظف أنت أب أنت صاحب دكان أنت إعلامي أنت أيًا كان ينبغي أن يكون لك موقف ما هو أنا لا أعرف كل في موقعي لازم نتكلم عن الأخصى ننصر الأخصى نعرف بالأخصى ومأساة الأخصى وقضية الأخصى معلما كنت معلمة كنت ربّة بيت كنت ربّة أسرى كنت سواق حافلة حط أنشيد عن أخصى بدنا تحط أنت للي لفلانة وعلانة من بني ساقط ما تتكلم عن أخصى حط صورة الأخصى في أوتوبيسك ونتماشي بدنا يعلم العالم كل الأخصى في قلوبنا في أفئدتنا في عقولنا مش غايب عن وجداناتنا إذا رأى العالم اهتمامنا بالأخصى سيتغير وجه التاريخ يا مسلمون لكن إن رأىنا غفلا إن رأىنا سكوتا كصمت المقابر سيتطاولون علينا وعلى ديننا وعلى أخصانا إذن ما دورنا كشعوب ممكن نعمل نوع من التوأمة بين البلدان القدس والقاهرة القدس والرياض القدس والمنامة القدس بوظبي القدس والكويت يعني سيتطوأمة هذه قدسكم ادعموها ادعموا صمود أهلها البيئة المهدومة ينبنى بدلا ما تدفعوا لإسرائيل ثمن القذائف ادفعوا لمسرى محمد بدلا ما هم عشرين حارس ولو قسمناهم يطلع لكل شفت أربعة خمسة اعط ألف حارس ودفعوا رواتبهم بتعايشوا أسر بفلسطين كدول نستطيع كثيرا طيب ليش ما فيه موقف سياسي أمم المتحدة ولا نيلة ولا غيره لي ما يكون فيه موقف سياسي متقدم لسه عن شكوى لأمم المتحدة ليه انتو مش عاجزين ما شاء الله عندكم طيران وبطلعوا الأمراء يقصفون بالطائرات ما شاء الله تبارك الله والأميرات بعد شيء عظماء لكن على الأقصى صم بكم عمي ما فيه لا صوت ولا صورة فقط المراجل حيث أشارت أمريكا عندك اذا أشارت غمجة أمريكا بعينها الكل بتحرك داعش يا الخطر نعم 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 أو لو يأتونا مش معركتنا هذه وكوباني أهم من الأقصى نسمع كوباني كوباني في اليوم والله من غير مبالغة بس ما حيث يمكن ميتين مرة في اليوم وأنا ما شاء بالأسمع بالإذاعات كوباني كوباني ولا ميتين مرة ولا مرة الأقصى إذن كشعوب ليه ما يكون الخبر الأول في النشرات يا يا بتوع النشرات يا إعلام يا دول ليه ما الخبر الأول الأقصى والتعريف بالخطر الذي آه نخشى الشعوب أن تتحرك قلتي لي نخشى الشعوب والله بعض الدول العربية لا تتكلم عن الأقصى قط لا ساستها ولا سادتها ولا إعلامها ولا أحد ولا علماءها حتى طالما العالم ما يخذ رتبه وعايش في أمان الله الأقصى له رب يحمينا الآن أنا رب أسرة ما شاء الله رب أسرة ربك سيأسألك عن مسر محمد لما لم تنصره رأيت ديني يهدد ومسر محمد يهدد عملت إيش ماذا تجيب ربك أعد جوابا منذ الآن أعد جوابك منذ الآن غدا إذا سئلت ماذا تقول لربك على كل حال ماذا نستطيع كالشعوب أن نعمل نستطيع أن نفعل الكثير علينا أن نفكر ممكن نعمل أديب ولا كاتب ولا غيره نعمل مسرحيات نعمل أناشيد نعمل تعريف نعمل مؤتمرات نعمل جمع تبرعات نعمل حركة نعمل مظاهرات نستطيع أن نفعل الشيء الكثير نحن لسنا أمة عاجزة خوارة جبانة ما فيها نخوى لسنا كذلك نحن أمة حية يقضة مبدعة إن شاء الله نستطيع أن نبدع حلولا أولا المقاطعة لهذا المجرم العدو مقاطعة مطلقة ويدولنا نخذوا على سنها ها هم يهددون أخصان وبضائعهم تخزونه وبضائعنا في أسواقهم عيب عيب ما بصير يعني لإن كان هذا في البحبوحة ما فيش بحبوحة أصلا بحبوحة المتوهمة لإن كان هذا في البحبوحة الآن في الضائقة وفي خنق الأقصى ما يجوز أتمنع الصلاة في الأقصى وأنتم على ظهر الأرض يا حكام العرب يا شعوب العرب يا أمة العرب يا أمة الإسلام يا أخي محمد علي أرجو أني أكون وصلت بعض الجواب سؤال من الأخت محبة الإسلام بتقول المسجد الأقصى إغلاقه مقدمة لهدمه تسأل في ظل السكوت العربي والإسلامي لإزاء كل ما يحصل من انتهاكات والله يا أختنا الكريمة هو ما قلتي هؤلاء المجرمون يصرحون من خمستاش وعشرين سنة خرائط الهيكل مكان الأقصى منشورة فالبقى والله أنا ما كنت أتوقع بالله بالله ما كنت أتوقع طب هم الأشرين خرائطهم ومش مخبيين في مجلتهم ووسياحتهم في برشورات الدعاية السياحية الإسرائيلية صورة الهيكل بدأ الأقصى لا تقول لي ما عندي خبر أين استشعاركم في أجهزة الاستشعار بتاعتكم وانت عندكم أجهزة أمنية نصف موازنة البلاد العربية ما يخذها الأجهزة الأمنية ما خبروكم من الأقصى في خطر إذن فكوها الأجهزة فكونا من السالفة أختنا الكريمة هذا عدو مجرم نعم يخطط لهدم الأقصى مش مخبي أيهدم ونحن أحياء نهدم نحن ولا يهدم الأقصى ليقل لي واحد متفلسف ليقل لي يقل لي هذا حرمة الكعبة أقل من حرمة الدم المسلم لا يموت الشباب من أجل ضب كلامك هذا ونعدم خالص لكل مقام مقال هذا كلام لمن يقتلون الشعوب نقول حرمة هذا الذي تقتلونه في سينة وغير سينة أهم من حرمة الكعبة هناك يقل الكلام لكن في الذود عن الأقصى لا يقل هذا الكلام بل دماؤنا ترخص ترخص أرخص من الماء فداء لمسرى سيد الأنبياء أحبايا إخواني أستودعكم الله سامحوني إن كنت مررت أفواهكم إن كنت ضايقتكم سامحوني الموقف خطير جدا أسأله تعالى أن يطمئن قلوبنا على مسرى بجهدنا بعزائمنا إن شاء الله أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة